يعاني مئة الألاف من النزحين من نقص الطعام والشراب وسط الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتزداد معاناة النزحين وسط الأجواء الباردة مع عدم توفور مأوى على أنقاض المنازل المدمرة يجلس الفلسطينيون في غزة دون مأوى يأملون أن يجدوا حتى خيمة أو كسرة خبز أو شربة ماء وعلى الجانب الآخر يستيقظوا مئات الآلاف من النزحين ويتكالبون على أحد المطابخ الخيرية من أجل الحصول على أي شيء يسد رمقهم يعني أمرناش بهدلنا في الحرب هادة بهدلنا أكثر بهدلة يعني بهدلة مش طبيعية بهدلة كتير عشان نوفر وجبة الغداء والحياة هنا غالية صارت لا تطاق لا تطاق الناس اللي هنا ناس أوادم حتى المساعدات اللي بتجيبها وكالة الغوث أو أي مؤسسات أخرى أصبحت مكلفة في صنحها للطهي أكثر من ثمنها اليوم الناس مش قادرة لا تشتري ولا تحضر حتى للطعام في توابير طويلة ينتظر العشرات من الفلسطينيين منهم من يحالفه الحظة في الحصول على طعام يكفي لوكبة واحدة ومنهم من يعود بيد تحمل صحنا فارغا نظرات الأسى والحزن على وجوه الأطفال والكبار في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة وأهوال الحرب التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء الأجواء الباردة أيضا تسببت في زيادة معاناة النازحين حيث باتت الخيام لا تجدي لحمايتهم مع نقص الاحتياجات الأساسية